اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا اليوم الرائع حقيقة في تاريخ موظفي حكومة دبي بشكل خاص وإن شاء الله يوم جميل ورائع لكل المستمعين سواء كانوا يشتغلون في حكومة دبي أو الحكومات الاتحادية أو أي مكان آخر حتى إذا ما كانوا يشتغلون بعد على مقاعد الدراسة على مقاعد الأعمال أو البزنس مثل ما يقولون فحياكم الله معانا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا بالمشاركة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج مثل ما تعرفين ومنثل ما نحن نقول دائما أن منكم وإليكم منكم وإليكم ليش؟ لأن من خلال هذا البرنامج نحن نفتح نافذة على مؤسسات المجتمع وأفراده هي بوابة وهي ساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها يعني نحاول في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الطبية اللي تشغل بال الجميع واللي حقيقة أن ننتقيها بشكل أو بآخر أنها نحاول أنفيد فيها المستمع طيب مثل ما أنتم متعودين دائما نحن نبدأ معاكم هذه الحلقة بالأخبار أو فقرة الإخبارية اللي نعودكم أن ناخذ من مجموعة من الأخبار اللي طالعنا فيها الصحف وكالات الأنباء المحلية والعالمية أول خبر عندنا يقول حمدان بن راشد يدشن التوسعات الجديدة بمستشفى راشد ومنظومة التأمين الصحي المطورة افتتح سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي التوسعات المستحدثة في مستشفى راشد والتي اجتملت على تأسيس ستة من الأقسام الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية الدقيقة والنادرة إلى جانب غرف العناية الحرجة فائقة المستوى والتجهيزات وذلك إذانا ببدء التحول النوعي المطلوب في القطاع الصحي بدبي والوصول إلى نموذج طبي عالمي من الطراز الأول أيضا دشن سموه المنظومة الجديدة للتأمين الصحي في دبي موجها بقبول بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن الشركات الخاصة في جميع منشآت الهيئة الطبية وفتح المجال لحاملية هذه البطاقات للاستفادة من الخدمات الصحية رفيعة المستوى المتوفرة في المستشفيات والمراكز والعيادات التخصصية على أن يبدأ التعامل مع بطاقات القطاع الخاص في مستشفى راشد وتتبعها مختلف المستشفيات والمراكز في الفترة القادمة اليوم موضوعنا نحن يا جماعة الخير ما نركز على هذه النقطة فبعد الفاصل ما نستضيف معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي ولكن إذا عندكم أي استفسارات أي ملاحظات حول هذا الموضوع ممكن لكم ترسلون رسالة نصية على الرقم 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 طيب نكمل معاكم فقرة الأخبار عندنا أيضا من بين المعلومات اللي ممكن نطرحها لكم يقولون أن الباحثين طلعوا لنا خبر مفرح جدا كيف مفرح؟ أقول لكم حق اللي يحبون الفاست فود يقول حمل الباحثون خبر مفرح العشاق الوجبات السريعة واللحوم المصنعة إذ توصلوا إلى اكتشاف البكتيريا التي تجعل هذه الأطعمة الضارة معتبرين أنها بداية الطريق نحو التوصل إلى حل يقضي على هذه البكتيريا لتصبح أطعمة صحية أفاد الباحثون من جامعة لستر البريطانية أن الجزائيات البكتيرية الضارة تعد غير قابلة للكشف في الطعام الطازج ولكنها كثيرة في الأطعمة المصنعة مثل الخضروات الجاهزة المثلجة وصلصة الماكرونة والبرقر وقال رئيس فريق الباحثين دكتور كلات إيرج من الجامعة البريطانية ساعد الاعتقاد لسنوات عديدة أن كثرة السهلاك الوجبات السريعة واللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثالث أو الثاني والبدانة والآن تم اكتشاف العلية التي ترفع فيها هذه الأطعمة من خطر إصابة بهذه الأمراض وأوضح العلماء أن هذه البكتيريا تنمو خلال عملية التصنيع عندما يتم تجهيز الطعام وتبريده مشيرين إلى أن هذه الجزئيات ربما تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد الدراسة شملت عددا من المتطوعين تم إعطاؤهم جرعة مخفضة من البكتيريا التي تنشأ من تجميد الأطعمة أو تصنيعها وذلك على مدى أسبوع كامل وتبين أن هذه العينة انخفض في جسمها مستويات الكورسترول السيء 18% كما انخفض معدل خلايا الدم البيضة 11% أنا تأخذون نصيحتي والله لو شو ما يكتشفون ابتعدوا عن الفاسفود يعني المصريين عندهم مثل جميل يستخدمونه يسمونه شوال الفحم شوال الفحم عبارة عن شو أنك أنت إذا شلت اللي هي نحن بلهجتنا المحلية الخيشة خيشة الفحم هذه إذا شليت على ظهرك أنزل باتخيسك وإذا مريت حذالة بعد باتخيسك فخلك بعيد عنها هذا بالنسبة للفاسفود وكل واحد كيف تبغي تعيش بصحة عندك أنت الإمكاني أنك أنت تعيش بصحة ما أدري أجمع عندنا فاصل توعوي ولا في موجود عندنا فاصل توعوي عن شو أه إزاكم الله خير ما سمعت شي عن الماء الله الماء وسر الحقيقة خلونا نسمع هذا الفاصل ونطلع فاصل وما نرجع لكم سعيد بيقول أنه ما بيقدر يصحى الصبح إذا ما شرب قهوة بس شو رأيك يا سعيد تستبدل القهوة بالماء كوبين من الماء لما بتصحك اليوم الصبح بيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية الماء بتشكل 50% لـ 70% من جسمك مننا 80% بالدم و60% من العضلات و75% من الدماغ وحاجتنا اليومية من الماء هي تقريباً 30 ميلي لتر لكل كيلو جرام يعني إذا وزن سعيد 70 كيلو جرام بيكون بيحاجة ل 2.1 لتر من الماء يومياً لا يشتغل جسمه بشكل صحيح ممكن نزيد من فوائد الماء إذا بنعملها مثل ساعة مائية للجسم يعني كوب واحد من الماء قبل وجبة الطعام بنصف ساعة بيساعد على الهضم وكوب واحد من الماء قبل الاستحمام بيساعد على خفض ضغط الدم وكوب واحد من الماء قبل النوم بيقلل خطر بالإصابة بالسكتر القلبية بكل الأحوال شرب الماء على بعدة فاضية بيساعد بعلاج كتير أمراض مثل الصداع اتهاب المفاصل أوجاع العضل وعدم انتظام نطنات القلب وأمراض الكبد وغيرها كتير وبيساعدك كمان على حرق الدهون الزايدة وما تنسوا 30 ملي لتر من الماء لكل كيلو من وزنكم وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين يعني تحدثنا حقيقة قبل الفاصل عن خبر تدشين توسعات الجديدة في مستشفى راشد ومنظومة التأمين الصحي المطورة والتي دشنها سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وزير المالية نعب حاكم دبي ورئيس هيئة الصحة بدبي الآن ما نسلط الضوء أكثر على موضوع أعتقد أنه يهم الجميع يهم جميع المستمعين وهو يعني تدشين منظومة التأمين الصحي المطورة هذه تشمل إيش؟ تشمل فتح المجال أمام حاملية بطاقات التأمين الخاصة للعلاج في مستشفيات الهيئة ضيفنا في الستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي دكتور دائما ما نسعد بتواجدك معنا في الستوديو ودائما ما تحمل إدارتكم التمييز والعديد من الخدمات في الفترة الأخيرة شهدنا يعني منظومة متكاملة للتأمين الصحي في إمارات تضاف لهذه المنظومة هذا الخبر السعيد الذي تم تدشينه بالأمس وأعتقد بدرت بالعمل على طول أنتم ما شاء الله عليكم من البارحة في استقبال المرضى الحاملين البطاقات الخاصة خلنا في البداية دكتور نعرف للجمهور شو هو هذا الموضوع اللي نحماشين فيه وأيضا شو أهميته يا مرحبا أخوي محمود ومشكورين على دعوتكم وعلى برنامجكم المتميز طبعا تحول هيئة الصحة بدبي إلى التأمين الصحي وتطبيقها لمنظومة الضمان الصحي وخدمتها للأفراد المؤمن عليهم في إمارة دبي هي مرحلة مفصلية في التطبيق الكامل لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي انطلاقا من قانون الضمان الصحي اللي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم في نهاية العام 2013 المرحلة تأدي من ناحية التحول الكامل إلى الضمان الصحي في إمارة دبي بدأت لها انطلاقا من مركز الحوادث وطوارئ بمستشفى راشد بقبول البطاقات التأمين الصحي الخاص مثل ما تفضلت اللي يحملها أي فرد أي مقيم موجود في الإمارة صادرة من أي من شركات التأمين الخاصة اللي توفر برامج التأمين الصحي المختلفة للمقيمين في الإمارة أو حتى من خارج الإمارة طبعا التعامل مع التأمين الصحي تسمى بالديريكت بلينك أو الفوترة المباشرة يعني المريض يتقدم للمستشفى يقدم بطاقة التأمين إذا كان في أي مبلغ مقططع مثلا حسب نوع الباقة اللي موجود عنده يدفع المبلغ المقططع ومن ثم تتم عملية الفوترة بشكل مباشر مع شركة التأمين واستقطاع باقي قيمة العلاج من شركة التأمين اللي هي الآلية المعمول بها حاليا في القطاع الخاص والأشخاص المؤمنين متعودين عليها وطريقة عملها كذلك هيئة الصحفة ببدأ تتعامل مع هذه المنظومة عن طريق النظام الإلكتروني بشكل كامل وبدأ فريق العمل مباشرة منذ أطلاق سموش شيخ حمدان بن راشد المكتوم لآلية التأمين الصحي في مستشفى راشد في قسم الطوارئ بالتعامل مباشرة وبقبول الحالات المؤمن عليها وتأمين تمر علينا بس خلنا نعطي الموضوع يعني أهميته وحجمه بالتحديد يا ترى الآن يعني أنا السؤال اللي يطرأ هي في بالي علاقة تدشين موضوع التأمين الصحي مع التوسعات الجديدة في مستشفى دبي هذه مسألة ما جاءت من فراغ ربطهم مع بعض أعتقد يعطي دليل كبير على أن مستشفيات الهيئة قادرة حاليا على استقبال الأعداد الكبيرة من الناس اللي ممكن يبغون يتعالجون في هذه المستشفيات لكن في نفس الوقت أحيانا كثيرة تأتينا ملاحظات كثيرة على المواعيد بعيدة أو فيه شغلات الناس يعني يقولون الخدمات الصحية أو الرعاية الصحية متطورة لكن مشكلتنا مع المواعيد صحيح فنأخذ مداخلة بعد بعد السؤال هذا ولا نأخذ الحين على طول الحين يلا اسمح يا دكتور نأخذ هذه المداخلة وبعدها ما نرجع للسؤال عبد الرحمن شايف حالك السلام عليكم وعليكم تفضلي عبد الرحمن سامحوني على رضاية الصوت ودوري بالشفاء حقيقة لا نفت ولا نزال نرى من دبي ما يبهد وما يبدأ وما يريح في هذا الموضوع أنا موظف في حكومة دبي بطبيعة الحال مؤمن زوج ثلاثة أخار حقيقة أفرحني أن هيئة الصحة بدأت أقبل لأن أنا شخص مخلال تجربة سابقة وذكرت هذا الإسان من خلال برنامجة السلام حمول لا تذكر عبد الرحمن وقالت لك انتظر أخبار سعيدة الله أحفظ أنا يعني كل تعامل مع هيئة الصحة لأنها جهة راقية جهة صادقة جهة تظهر وجد دبي المشرق وبالتالي ليس للأطباء ولا للهيئة أي مصلحة في إعطاء المريض ما قال يحتاج أو إخوان في أمور من أجل الكسبة الآن فارغ الصبر يدلوني على الشركة التأمين والتي تخدمني بالسعر المقبول المعقول والخدمة التي أجدناها من عيد الصحة مزيدا من التوفيق والإمكان واضح واضح أزاك الله خير على المداخلة الجميلة وتمنى لك إن شاء الله الشفاء العاجل دكتور خلنا نرجع لسؤالي الأولاني بعد ما نكمل مع سؤال المتصل عبد الرحمن الآن هل هي منستشفيات الهيئة جاهزة لاستقبال العداد الكبير المتوقعة أنها ممكن تأتي وتتلقى العلاج في منستشفيات الهيئة طبعا مثل ما تعرف محمود اليوم الهيئة فيها الكثير من مراكز تميز وخصوصا مجموعة كبيرة من التخصصات التي موجودة فقط في هيئة الصحة بدبي وتخدم هيئة الصحة بدبي الوحيدة القادرة على توفير الخبرات والتخصص الشديد في هذه المجالات أحد أهم المجالات هي الطوارئ اليوم في طب الطوارئ تعتبر الهيئة هي المرجعية رئيسية بالنسبة لجميع حالات الحوادث والحالات الطارئة شديدة الصعوبة دائما تركز الهيئة على الحالات وتستقبلها كانت في جميع الحالات وجود اليوم آلية التأمين الصحي في مركز الطوارئ رح يسهل استقبال الحالات والتعامل معها بالشكل الأمثل والأفضل وكذلك تنظيم عملية الحصول على خدمات الطوارئ لأن نشوف أحيانا كثير من الحالات التي تتقدم إلى أقسام الطوارئ يمكن أنها حالات طارئة حقيقية وإنما حالات أقل خطورة ويمكن أتلقي العلاج فيها في مراكز الرعاية الصحية الأولية في زجام صار الطوارئ أي شيء صار الطوارئ يعني فيمكن الإعلان الذي من شوي طلع دائما أذهب إلى الرعاية الصحية الأولية فكذلك سيكون لنا دور في تنظيم بالتأكيد على زيادة السعة السريرية والكفاءة التشغيلية لمستشفى راشد ومن ثم عندنا المستشفيات والعياذات التي ستدخل من الهيئة بالتدريج على مدى السنة إلى نهاية السنة إن شاء الله تعالى تدخل جميع مرافق الهيئة وجميع مستشفيات الهيئة إلى منظومة الضمان الصحي بالتزامن مع زيادة الكفاءة التشغيلية والكفاءة السريرية والسعة السريرية للمرافق هذه لاستقبال أعداد من المرضى من المجالات التي هيئة تتخصص فيها يعني اليوم ولو نظرت إلى خطة دبي الاستراتيجية كان الهدف واضح من خلالها أن الهيئة تقدم حوالي 30% من الخدمات الصحية في الإمارة و70% تقدم من القطاع الخاص 30% تبدأ الهيئة شوي شوي تقلل يمكن الخدمات العامة التي تقدمها وتركز على الخدمات التخصصية اللي هي فعلا هيئة وحدها قادرة على توفير الخدمات فيها وبالضبط والدكتور هذه تعطي جودة عالية في مستوى الخدمة والتخصصية مطلوبة أصلا وهذا النظام عالمي حاليا حتى الدول المتقدمة عندها هذا التوجه الآن دكتور عبد الرحمن مستمع عبد الرحمن كان يتحدث أنه سعيد جدا بهذا القرار وسعيد جدا تذكر والله من زمان بعد تكلمنا بعد عن الموضوع هذا طلب منك تسكية بعض الشركات التأمين طبعا هيئة الصحة ترخص 46 شركة تأمين عاملة في إمارة دبي لتقديم خدمات الضمان الصحي في إمارة دبي منها تسع شركات تختص بباقة العمالة أو بالباقات الأساسية فقط إذا يدخل على موقع الهيئة وموقع الضمان الصحي اللي هو اسعاد.ae من خلاله يقدر يطلع على جميع الشركات هاي ويتواصل معها بشكل مباشر اللي أقدر أطمن فيه الأخ عبد الرحمن وجميع الأخوة اللي اليوم حابين أنهم يأخذون التأمين الصحي خصوصا نحن عارفين أن المرحلة الثالثة من تطبيق قانون ضمان الصحي بالنسبة للفئات اللي هم الأفراد وشركات الصغيرة عندنا تنتهي بنهاية شهر ستة الفين وستاش يعني قبل نهاية شهر ستة جميع الأفراد المقيمين في إمارة دبي لازم يكون عندهم تأمين صحي أحب أطمن للأخوان جميعا أن جميع الشركات العاملة الهيئة تنظر لها بشكل مباشر وإذا في أي حالة من الحالات المريض حس أن شركة التأمين ما أعطتها حقها في العلاج وما أعطتها بالشكل المطلوب دائما يمكن التواصل مع الهيئة والهيئة دائما مطالبة بالتعامل مع الشركات التأمين والتأكد بأن حقوق جميع الأفراد محفوظة بشكل دائم جميل دكتور كان فيه سؤال يقول البطاقات الصادرة من إمارات أخرى هل تقبل؟ أي شخص عند تأمين صحي ممكن أن تقبل البطاقة شو ما كان تأمين؟ أن الشركة هذه موجودة في دولة إمارات وتقدم خدماتها في دولة إمارات ممكن أن هيئة تستقبلها؟ نعم هيئة تأمين ترخص حوالي ستين شركة تأمين منها حوالي ستة وربعين شركة تأمين تعمل في التأمين الصحي جميعها مرخصة في إمارات تدبيق فحتى إذا كانت الباقة صادرة من إمارة أخرى من بضبيق أو من شارجة أو غير ذلك فهي نفس شركات التأمين في النهاية اللي فيها آلية الـ Direct Blink معها ومع الهيئة فما في خلاف إن شاء الله تعالى جميل دكتور أنا يمكن هذا السؤال برجع فيه ببداية الحديث هذا يعني ما نطلع نحن فاصل بس قبل الفاصل نبغي ولا نطلع فاصل ونرجع نستكمل الحوار شو رأيكم؟ طيب ما نطلع فاصل دكتور وما نرجع نستكمل هذا الحوار اللي حقيقة شوف الناس وايد متفاعلة معاه اللي حاب يتواصل معانا على الرسالة النصية 4006 وعبر الاتصال معنا على الرقم 600 551414 والله يخليكم أنا أي حد يتصل ردوا عليه وحولوا علينا إزاكم الله خير فاصل وما رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين يعني بالأمس أكد سمو شيخ حمدام الراشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة هيئة الصحة في دبي على ضرورة مواكبة الهيئة التطورات الحديثة في قطاع الرعاية الصحية العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في منشآتها الطبية والعلاجية والدوائية وهذا تماشيا مع ما تشهده دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من تحول نوعي في شتى الميادين وتلبية للحاجة الملحة للمرضى الذين يأمون مستشفيات الهيئة وعياداتها الصحية لهم طبعا هذا كان أثناء تدشين التوسعات الجديدة في مستشفى راشد التي طالت الأقسام الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية النادرة وغرف العناية الحارجة ذات التجهيزات الطبية المتطورة وأيضا خلال تدشينه منظومة التأمين الصحي الجديد في دبي والذي نصلط الضوء عليه اليوم مع ضيفنا في الستوديو دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي دكتور كنا نتحدث عن هذا النظام الجديد الآن يعني بس عشان المستمعين اللي انضموا لنا على السماء حاليا قلنا باختصار نعطيهم نبذة عن النظام التأمين الصحي المتبع قبل تطويره وأيضا طبيعة المنظومة الجديدة وأهميتها بالنسبة للمتعامل لكن بعد مراخب هذه المداخلة ألو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا سيدي أهلا بحضرتك معك بشير والله ليه استفسار كده بخصوص التأمين الصحي الجديد تفضل لي بشير كنت عايزة أعرف يعني البزك بتاعها أو البدايات بتاعاتها لو أنا عايز أأمن لي والأسرة طبعا أو للأسرة لأن الشركات كده كده بتعمل لنا التأمينات عشان أأمنوا الأسرة فبتبدأ من كام وإيه اللي بيفكر الفرق ما بينهم يعني البيزك بتاعها كام وبتفرق إيه جميل واضح طيب تسماح لي بشير أنا برجحك سؤالي في البداية وبعدين بخلي الدكتور يجاوب على سؤالك شكرا يا بشير شكرا على التصارك فضل الدكتور طبعا باختصار مثل ما ذكرنا أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خدمة التأمين الصحي في مستشفيات هيئة الصحة بدبي ابتداء بمستشفى راشد بأقسام الطوارئ في مستشفى راشد معنات الكلام هذا أنه بدت المستشفيات الحكومية أنها تتعامل مع التأمين بشكل مباشر بآلية نسميها الـ Direct Billing عن طريق النظام الإلكتروني أي شخص عند أي بطاقة تأمين متواجد في الدولة ممكن أن يستفيد من خدمات الهيئة ويتم استقطاع تكلفة العلاج من شركات التأمين بشكل مباشر طبعا البداية في مستشفى راشد في مركز الطوارئ ومن ثم بدنا الله تعالى في نهاية الشهر القادم راح يتحول كذلك مستشفى رطيفة بشكل كامل إلى التأمين الصحي ومن ثم نبدأ بالجزء الأول من الرعاية الصحية الأولية في مركز البرشة وبعدها بإذن الله تعالى في شهر عشرة راح يكون مستشفى راشد ومستشفى دبي كذلك متوافقين مع التأمين الصحي وقبل نهاية السنة بإذن الله تعالى جميع مستشفيات وعيادات هيئة الصحة في دبي راح تكون تتعامل مع التأمين الصحي بشكل مباشر وأي شخص مؤمن عليه في إمارة دبي وصل اليوم عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي إلى حوالي 2.8 مليون شخص ممكن أنهم يستفيدون من خدمات هيئة الصحة في دبي خصوصا في مجالات التخصصات التي تقدمها الهيئة وبدأنا بقطب الطوارئ الذي هو من أهم التخصصات التي توفرها الهيئة يمكن بشكل كبير الجهة الأكثر تقديما لهذه الخدمة جميل بشير كان يتحدث عن الأمور التي لا يستند عليها في التأمين دكتور اليوم قانون الضمان الصحي يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظف في كثير من أصحاب العمل يوفرون التأمين الصحي للموظف وأفراد أسرته إذا ما وفر صاحب العمل التأمين لأفراد أسرة الموظف الالتزام القانوني على الموظف نفسه أنه يوفر التأمين لأفراد أسرته اليوم بدأت شركات التأمين الصحي العاملة والمرخصة من قبل الهيئة بتوفير باقات منافسة جدا للضمان الصحي في الإمارة تبدأ من أقل من 600 درهم حوالي من 580 درهم للشخص سنويا وهاي بالنسبة للأفراد اللي هم في الفئة العمرية يعني بالنسبة لجميع أفراد الأسرة وحتى في باقات لكبار السن تبدأ أسعارها من 2500 درهم توفرها شركات التأمين المختلفة العاملة في الإمارة إذن دكتور يعني مع نهاية 2016 جميع مستشفيات الهيئة ومرافقها سوف تعمل بنظام التأمين الصحي وتوفير الخدمات لأي شخص يحمل بطاقة تأمين صحية يعني احنا نشوف حاليا كيفية تطور المنظومة قاعد نشوف أن الأفراد في إمارة دبي المواطنين يتم تأمينهم المقيمين يتم تأمينهم بشكل كامل يعني اليوم في إمارة دبي أكثر من 90% من المواطنين تم تقطيتهم بالتأمين الصحي أكثر من 75% من الأفراد اللي عندهم فيز صادرة من إقامة دبي تم تقطيتهم وإن شاء الله تعالى على الشهور القادمة يتم تقطيت جميع الأفراد بدت هيئة الصحة تقبل التأمين الصحي وقبل نهاية السنة راح تكون الهيئة متوافقة مع التأمين الصحي فقاعدين نشوف المراحل النهائية من منظومة ضمان الصحي في إمارة دبي تتكون وكل القطع قاعدت تأتي مع بعض لأنها تكون المنظومة مثل البوزل وتشوف كل قطعة ياسي تطلع في وقتها بشكل المناسبة على أساس أن تتكون الصورة النهائية واللوحة النهائية الجميلة هذه اللي نحن نسعى لها في تطبيق نظام صحي عالمي يسعى إلى إسعاد المجتمع خلنا دكتور ناخذ محمد معنا في هذه المداخلة تفضل محمد السلام عليكم يا هلا عليكم السلام انا عندي زفتارة على عمرك أنا مواطن من دبي لذا عندي بيتين بيت في دبي وبيت شراطن خيمة بس ما عملت تأمين الصحي هذا ما عارف كيف النظام عندكم الله يدول في عمرك التأمين الصحي تقصد إسعاد سعاد عفوا لا أنا ما عارف المواطنين كله نزيل خلنا ما نشرح لك الحين موضوع سعادة ما نشرحها وإسعاد كذلك شو التأمين الصحي مع إسعاد محمد أنت الدام في مكان ولا أنا عندي مشروعي بروعي خاص ما عندي شغل حكومة ولا شيء نزيل جوازك وين صادر دبي دبي ممتاز محمد بات اسمع الإجابة طبعا أطلقت هيئة صاحب دبي وأطلقت صاحب اسمو الشيخ محمد براشد المكتوم في العام الماضي برنامج سعادة لتأمين المواطنين في إمارة دبي برنامج سعادة متاح لأي مواطن سواء كان يعمل في الحكومة أو يعمل في القطاع الخاص أو له عمل الخاص أو حتى ليست لديه وظيفة أي حد في إمارة دبي ممكن أنه يستفيد من برنامج سعادة التسجيل بسيط جدا بس تأخذ بطاقة الهوية الأصلية وصورة من خلاصة القيد وتتوجه إلى أحد مراكز التسجيل عندنا أربع مراكز ثابتة للتسجيل في عيادة البرشة في عيادة ند الحمر في عيادة المزهر وفي عيادة مركز البدع كذلك أي واحد من المراكز الأربع جراءات التسجيل تأخذ أقل من دقائق ثلاث دقائق لين تعال عشر دقائق أسرع حالة كانت عندنا حوالي ستة وعشرين ثانية تقريبا لأنه بس مجرد أن يحط البطاقة في الريدر تطلع البيانات يحط لها أكسبت وخلاص باوتوماتيكين يصبح الشخص مؤمن ويستفيد من بطاقة الهوية في الحصول على زي شون قول حق محمد الحينة؟ محمد توجه إلى أحد المراكز الأربع هاي هي بطاقة الهوية وتأخذ بطاقة الهوية لك للعائلة كلهم الزوجة أو الزوجات أو الأطفال كلهم راح يكونون مشمولين إن شاء الله تعالى فقد تأخذ معك بطاقات الهوية الأصلية وتتوجه إلى واحد من المراكز الأربع هاي وإن شاء الله تعالى مباشرة تقدر تستفيد من خدمات التأمين الصحيح جميل وعلى فكرة يعني هي بطاقة الهوية هذه هي بطاقة التأمين لا تحرر بيعطونك بطاقة ثانية لا لا بطاقة ثانية بطاقة الهوية ممكن تحصل على الخدمات الخاصة بالتأمين الصحيح بخصوص التأمين على الحوامل شركة التأمين يوم الحامل تكون يعرفوا إنها حامل ما يأمنوا لها ليش؟ طيب أو يرفعوا بوليصة التأمين بشكل غير معقول واضح سؤال ثاني؟ لا لا شكرا شكرا لك ما تعرفنا عليك؟ وسامة وسامة شكرا يا وسامة طيب سؤال مباشر دكتور من وسامة التأمين دائما يعمل على مبدأ نسمي الـ Underwriting التأمين هو عبارة عن تأمين ضد المخاطر المستقبلية المحتملة طيب يعني أنت لما تأمن سيارتك الحين مثلاً عندك مبلغ ثابت تدفعه هذا المبدأ المبلغ هذا يغطيك في حالة حصول حادث نعم كذلك التأمين الصحي أنت اليوم لما تقدم على التأمين الصحي تسألك شركة التأمين هل في حالات موجودة عندك حالياً أمراض سابقة للتأمين أمراض مزمنة معينة على أساس هي تم عملية الـ Underwriting اللي هو حساب الرسك أو المخاطرة المحتملة لشركة التأمين تعطيك الشركة البوليسة تشتري البوليسة البوليسة هي تحميك من المخاطر المستقبلية المحتملة صحي لما الحرمة تكون حاملة هي حاملة في الوقت الحالي فبالتأكيد عملية حساب تكلفة الباقة يكون مختلف صحيح لكن إذا اشترت الباقة فهي مثلاً مثل أي امرأة متزوجة عندها احتمالية الحمل فلنفرض 20% على مدى السنة الكاملة فتاخذت شركة التأمين رسك 20% وتتحطه في حسبة البوليسة لكن إذا هي حامل فالرسك 100% وبالتأكيد تكلفة البوليسة تكون أعلى يعني مثلاً إذا اليوم سيارتك مدعومة وتروح تطلب التأمين وتبع التأمين يصلح لك جيمة الحادث بالتأكيد التأمين سيكون أعلى التأمين دائماً الهدف منه حماية أفراد المجتمع من المخاطر المستقبلية أو من الاحتياج الصحي المستقبلية جميل دكتور أنا حتى أبغي أكد على الموضوع هذا حتى في السيارات في تأمين مثلاً السعر ما أدري كذا لأنه ممكن يكون خطر الإصابة بالحوادث أكثر لأنه في سرعة أكثر وغيرة عموماً في سؤال يقول دكتور السلام عليكم نحن عندنا بطاقة ثقة من أبوظبي من سكان عجمان شو السؤال؟ ما قال لي بس أعتقد أنه يسأل هل ممكن من خلال بطاقة ثقة يتلقى العلاج فيها صح أنت جاوبت على هذا السؤال اللي هو أي شخص يحمل بطاقة تأمين ممكن أن يتلقى العلاج في مستشعات الهيئة دعنا نقسم الموضوع ها إلى قسمين القسم الأول بالنسبة للحالات الطارئة اللي اليوم تم أو البارحة تم افتتاح قسم الخدمات بالنسبة للحالات الطارئة بالنسبة للحالات الطارئة بغض النظر عن نوعية البطاقة الموجودة عندك إذا عندك بطاقة تأمين تقدر تستفيد منها في الحصول على الخدمات الطارئة في هيئة الصحة في دبي قانون وضمان الصحي في إمارة دبي يلزم المستشفى بتقديم العلاج الطارئ للشخص سواء كان عنده تأمين أو ما كان عنده تأمين وإذا كان عنده تأمين يلزم شركة التأمين بتغطية جيمة العلاج بغض النظر إذا ما كان شركة التأمين عندها عقد مباشر مع المستشفى هذا أو لا يعني فلنفرض اليوم يالي شخص عند بطاقة تأمين ما في عقد مباشر ما بين المستشفى اللي هو حين بيتعالج فيه كحالة طارئة وشركة التأمين الخاصة يعني هاي المستشفى يعتبر out of network مع ذلك العلاج الطارئ راح يكون مغطى في المستشفى إلى أن تثبت الحالة وبالتالي ممكن نقله إلى مستشفى آخر فاليوم الجزء المفتتح من الخدمات في هيئة الصحة هو العلاج الطارئ فقط وبالتالي الخدمات هاي لأي شخص مؤمن عنده تأمين هو بحكم القانون مغطى للخدمات هاي في هيئة الصحة المرحلة الثانية هي عملية التعاقد المباشر راح أكيد اليوم الردي الهيئة بدت وعطت قائمة الخدمات الموجودة عندها للمرحلة القادمة بأسعار الخدمات هاي إلى جميع شركات التأمين شركات التأمين تقدر تتعاقد مع هيئة الصحة في دبي بحيث أن الهيئة تكون جزء من شبكة مقدمي الخدمات يعني أنا مثلما اليوم أغطيك في المستشفى ألف با جيم كذلك ممكن أغطيك في مستشفيات هيئة الصحة في دبي هنا شركة التأمين تقرر إذا ما تتعاقد مع الهيئة أو تقدم جميع الخدمات هاي لدى الهيئة أو تغطي جميع الخدمات هاي لدى الهيئة أو لا وممكن تغطيها لمجموعة من الباقات ممكن تغطيها لكل الباقات هنا راح نشوف في عملية تعاقدية مباشرة وهاي بتكون المرحلة الثانية ابتداء من مستشفى اللطيفة إن شاء الله تعالى طيب أهنية بس نوضح للمستمعين دكتور أن حاليا نحن لما نقولكم التأمين الخاص مقبول في مستشفيات الهيئة بدينا في مستشفى راشد معنى أن الموضوع يا جماعة الخير ماشي بالتدريج إلين نهاية 2016 تقريبا بيتم استكمال هذا المشروع كامل مبحديين يعقب أسبوع يتصل بي يقول لي والله أنتوا قلتوا في تأمين وما دري كذا ونحن رحنا لمستشفى وما غطوا لنا الدكتور كنت واضح أنت في هذا الموضوع والعلاج المغطى بحسب القانون لجميع المؤمن عليهم هو العلاج الطارق العلاج الاختياري أو اللي هو يسمى بالالكتف كير هنا ممكن شركة التأمين تتعاقد مع الهيئة ورد في محادثات مع كثير من شركات التأمين لأتمام جراءات التعاقد وممكن بعض الشركات تختار أنها ما تتعاقد مع الهيئة مثل أي مستشفى آخر يعني ممكن أن أغطيك وممكن يكون حسب الباقة نفسها يعني ممكن باقات معينة تغطى في الهيئة باقات أخرى ما تغطى في الهيئة اليوم هذا يعتبر سوق التأمين الصحي وهذه عملية عرض وطلب وفي النهاية عملية دايما شركات التأمين تحاول أنها بالتأكيد ترضي جميع العملاء عندها بتوفير أكبر شبكة ممكنة لمقدمي الخدمات وبالتأكيد هيئة صحب دبي عندها خدمات كثيرة متميزة يجب أن شركات التأمين بالتأكيد تحاول أنها تستفيد من الخدمات هذه وترضي الأشخاص المؤمن عليهم لديها طيب دكتور نذكرهم مرة ثانية بعد بمراحل التطبيق أنا بس عشان لأن هذه نقطة وايد مهمة وأبغي المستمعين يعونها بشكل كبير أن بداية التطبيق ستكون في مستشفى راشد ومن ثم سوف ننتقل على مستشفى تطيفة مستشفى تطيفة إن شاء الله تعالى على نهاية شهر القادم ومن ثم المرحلة الأولى الرعاية الصحية الأولية وبعدها مستشفى راشد بشكلها الكامل وكذلك مستشفى دبي ومن ثم إكمال باجي المرافق من العيادات الرعاية الصحية الأولية المراكز التخصية مستشفى حتى إن شاء الله تعالى إلى نهاية العام يكون التحول الكامل إلى التأمين الصحي في جميع مرافق هيئة الصحة بدبي فمثل ما ذكرنا هذه المرحلة الأولى والمرحلة الأولى تشمل العلاج الطارئ في مستشفى راشد في قسم الطوارئ إن شاء الله تعالى إذن دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق في هذه المنظومة لنتمنى أن تكون إن شاء الله مثال يحتذى كمنظومة عالمية تكون المنظومة الأولى أيضا دكتور نبغي نوضح لأن هناك في وايد السفسارات كانت تأتي أنت ذكرت أن حتى موظفي حكومة الحكومة ممكن أن يحصلون على بطاقة سعادة لكن أنا كموظف حكومي عندي التأمين مالي يعطيني الجهة اللي أشتغل فيها تعطيني تأمين صحي بريت معين وعندي سعادة ما بين الخيارين هذي له شو تنصحني آخذ؟ والله هو من حيث المبدأ لا يجوز الجمع ما بين باقتين تأميتين صادرتين من حكومة تدبي يعني الشخص ممكن أنه خصوصا نشوف النقطة هاي أكثر بالنسبة لأفراد الإسراء يعني مثلا أنت اليوم عندك باقة عناية للوالد يكون أول والد للوالد للوالد للأبناء للزوجة خصوصا بالنسبة لأفراد الإسراء بالتأكيد الشخص يختار الباقة الأنسب له واللي تناسب احتياجاته باقت عناية على سبيل المثال للموظف فيها بعض المزايا الإضافية الجيدة على سبيل المثال تغطية العلاج الطارق خارج الدولة إذا وظيفتك تطلب السفر كثير خارج الدولة فاحتياجك للعلاج الطارق خارج الدولة بالتأكيد ممكن يكون أكبر كذلك بالنسبة للباقة ألف عناية الحد الأعلى للاستهلاك أكثر من الحد الأعلى للاستهلاك في باقة سعادة كذلك علاج النظارات مغطى في باقة سعادة مختلفة شوية يعني الهدف منها الحقيقة تلبية احتياجات المواطن في مكان الحاجة في الخدمات اللي يمكن عليها ضغط في الهيئة ومش محتوفرة في الهيئة بشكل كافي يعني دايما نحن الهدف من التأمين الصحي هو توفير خيارات العلاج للمواطن بما يتناسب مع احتياجاته مش يعني عملية اللقجري أو عملية الرفاهية وإنما عملية الوفاة بالاحتياجات الضرورية الصحية للأفراد طيب الريت ما لاستخدام سعادة وعناية دكتور أعتقد في سعادة يمكن نسبة المشاركة نسبة المشاركة في سعادة 10% من تكلفة العلاج نسبة المشاركة في برنامج عناية 20% من تكلفة العلاج طيب هذا كان بين الأسئلة المطروحة الآن دكتور عندي تقريبا أربع دقائق خلنا بس نذكرهم نذكر الجماعة بمنظومتي التأمين الصحي المتواجدة في إمارة دبي اللي هي سعادة واسعاد الفرق بينهم بشكل سريع وأيضا شو ممكن نقول عن هذه المنظومتين اسعاد هي منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي والحقيقة الاسم هذا جم من كلمات صاحب اسمه الشيخ محمد براشد المكتوم دائما يقول لنا أن الهدف من النظام الصحي هو اسعاد الناس وبالتالي كان الهدف هنا أن ننشأ نظام صحي متكامل فعلا يهدف إلى إسعاد أفراد المجتمع وبالتالي الاسم الذي أطلق على منظومة الضمان الصحي المتكامل بجميع أجزاءها وأقسامها هو إسعاد سعادة برنامج التأمين الصحي للمواطنين في إمارة دبي اللي تم إطلاقه كذلك من سيدة صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم في المتصف العام الماضي ويوفر التأمين الصحي للأفراد في إمارة دبي نعم دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي نبارك لكم تدشين منظومة التأمين الصحي الجديدة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل ما لديكم من خطط مستقبلية كل شكر شكرا لك ونتمنى لجميع الصحة والعافية إن شاء الله آمين يا رب أيضا فيما يخص التوسعات التي شهدتها مستشفى راشد مستمعين الأقسام الجديدة تضيف لمستشفى 159 سرير كما أوضحت الدكتورة علي المزروع المدير التنفيذي المستشفى اللي يعني حقيقة كانت ضمن الخطة أن تكون معانا في حلقة اليوم ولكن نظرا لارتباطاتها الكثيرة ما قدرت تتواجد معنا اليوم فقالت الدكتور أن الأقسام الجديدة اللي تشغل الطابقين كاملين تعمل بإجمالي 159 سرير إذ يشتمل الطابق الثاني على أقسام العناية الفائقة باطني وجراحة تعصاب وجراحة عامة أيضا بطاقة عادل 66 سرير فيما يضم الطابق الثالث أقسام الجراحة العامة رجال جراحات التخصصية الكسور والعظام وطاقته 93 سرير وأشارت إلى المستشفى أضاف تخصصات بالغة الأهمية بهذه التوسعات في مقدمتها عمليات جراحة اليد العمود الفقري الكبد العظام والكسور إلى جانب العمليات المتعلقة بالبدانة المفرطة كما تمت إضافة تقنية عالية الجودة للأسرة الذكية منها وحدات الملاحظة المركزية التي تتتابع ووضعية السرير والمريض ومن ثم تفادي حالات السقوط من السرير التي تعد من مؤشرات الجودة والتميز في المستشفى وضمان المحافظة على وضعية الرأس المصابين بالسكتة الدماغية وضمان وضعية مستقيمة للمصابين بالعمود الفقري وفضلا عن ضمان وضعية سليمة والصحية لمختلف الأمراض كل على حسب حالته المرضية إذن مستشفى راشد في تحول نوعي في أقسامه وخدماته من شأنه أن يسهم في دعم توجهات هيئة الصحة بدبي فيما يخص تنشيط حركة السياحة العلاجية وخاصة أن المستشفى له مكانة مرموقة في العديد من التخصصات الطبية المهمة على مستوى المنطقة هذا بالنسبة لمستشفى راشد إذن مشاريع جديدة وكلها تصب في مصلحة القطاع الصحي في إمارة دبي تذكرون مع انطلاقة هذا البرنامج كانت هناك الكثير من الملاحظات الكثير من الأشياء لما حتى المستمعين كنت أقولهم ترأيوا شوية في أخبار حلوة وجميلة راح تسمعونها في الفترة القادمة يعني هذه اللي تسمعونها حاليا مع بداية 2016 يعني أكثر من مشروع أكثر من شغلة هذه من جرد بداية يا جماعة الخير هناك أيضا في أخبار أفضل إن شاء الله كلها بتوجيهات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه وأيضا بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اللي دائما ما يتابع جميع الخطط الخاصة بتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع موضوع آخر وموضوع جميل تقبلوا تحياتنا ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي